نحو 15 شخصا بين متاجر ومتعاط يقبض عليهم في البصرة يوميا هذا ما تؤكده قيادة شرطة المحافظة مسؤول شرطة البصرة اللواء عبد الكريم المياحي يزيح الستارة عن معلومات جديدة حول ملف المخدرات في العراق فبالأمس غزت المخدرات جنوبي العراق من بوابة إيران واليوم أصبح العراق بلدا منتجا لأنواع كثيرة منها المتهمين اللي تم القاء القبض عليهم قلال هذا الشهرين وأكثر من شهرين طبعا 385 متهم التجار اللي ألقي القبض عليهم قلال هاي الشهرين 78 تاجر أربعة آلاف معتقل بتهمة حيازة وترويج المخدرات في سجون البصرة هو عدد يلخص واقعا مأساويا يهدد مستقبل جيل كامل من الشباب المخدرات باتت تهرب بطرق مختلفة لا تخلو من الفن فبعض التجار يفضلون التهريب البري وأخرون اختصروا الوقت ومخاطر الوقوع في أيدي القوات الأمنية فهربوا المخدرات باستخدام طائرات مسيرة بحسب تصريح لمجلس محافظة ديالة تجارة المخدرات في العراق فتحت الباب أمام تصاعد أعداد متعاطيها حتى وصلت إلى المدارس الابتدائية لسيما في المناطق الفقيرة بحسب تقرير للجنة التربية النيابية قالوا نمو كافحة المخدرات الذي تم تشريعه من قبل مجلس النواب لم يفعل من قبل وزارة الصحة والجهات الحكومية المختصة وهو ما سمح بانتشار ظاهرة المخدرات في مدن العراق بشكل واسع بحسب تقارير للجنة الصحة والبيئة في البرلمان وقد لا يكون غياب قانون رادع لمكافحة الاتجار والتعاطي هو العامل الوحيد لانتشار هذه الآفة فدعم الجهات النافذة في العملية السياسية تجارة المخدرات ساهم باستمرار تغلغلها في أوساط المجتمع العراقي الذي لم يألف هذا الواقع قبل عام 2003 واليوم يتحول العراق إلى مخزن تصدير تستخدمه ما في المخدرات مستفيدة من ثغرات واسعة في حدود مفتوحة وغير مؤمنة إذ أصبح العراق ممرا رئيسيا لعبور المخدرات الإيرانية والأفغانية عبر الحدود الشرقية للبلاد بحسب مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات ولا غرابة عند ذكر مثل هذه الحقائق عن انتشار المخدرات إذ باتت مصدر تمويل لكثير من الفصائل المسلحة والأحزاب السياسية الحاكمة في العراق